السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ربكم بخير بالرغم من ان شركة ميكروسوفت اعلنت عن انتهاء دعم ويندوز عشرة في اربعتاشر اكتوبر الفين خمسة وعشرين لكن النهاردة انا فجأت ان شركة ميكروسوفت نزلت تحديثات مهمة جدا لنسخة ويندوز عشرة اتنين وعشرين اتش لو حضرتك حابب تعرف ايه التحديثات ديت وهنثبتها ازاي على الجهاز بتاعنا تابع معي الفيديو لنهاية طيب هنعمل ده مع بعض ازاي بمتال بساطة هتروح رايح على قيمة ابدأ تضغط عليها ومنها الى الاعدادات هتنتظر طبعا الحديث مع الاعدادات بتاع الجهاز الكمبيوتر بتاعك تفتح هننزل تحت روح رايحين على التحديثات والامان هنضغط عليها هننتظر بعد كده تبدأ تروح رايح على ويندوز تبدأ تضغط على تحديث الان زي ما حدرك شايف كده هيتم التحقق من وجود تحديثات طبعا هننتظر للحديث ما يتم التحقق من وجود تحديثات جديدة لنسخة الويندوز الخاص بنا زي ما حدرك شايف كده ظهرت بعض من التحديثات اللي شركت ميكروسوفت نزلتها للويندوز بعد انتهاء طبعا مجموعة من التحديثات الهمة اول تحديث هو تحديث لقاعد بناط اللي هو اه ميكروسوفت اه دي فيندر انتيفايروس وبعد كده في تحديث تاراقومي اللي هي نتفارماورك وبعد كده تحديث اه امان لنسخه ويندوز عشرة اه فيرجان اين وعشرين اتش تو وبعد كده تحديث تاراقومي لويندوز عشرة اتين وعشرين اتش تو وفي نفس الوقتي في تحديث كمان اللي هي اداة ازالة البرامج الضارة الاداء دي طبعا اداءة عظيمة جدا في ازالة الفيروسات لكن للأسف في ناس كتيرة ما بتستخدمهاش زي ما حالك شايف كده تبدأ عملية تثبيت التحديثات كل اللي مطلوب منك في الوقت ده هو ان انت تنتظر لحين الانتهاء من تثبيت هذه التحديثات جميعا هننتظر طبعا هي سواني بسيطة ويتم تثبيت هذه التحديثات طبعا التحديثات ديت في الغالب هتطلب منك بعد الانتهاء من التثبيت ان انت تعمل عملية ريستارت لجهاز الكمبيوتر الخاص ديك بعد ما يتم التثبيت هتظهر لك الرسالة ديت يبقى انت مفروض ان انت تعمل عملية ريستارت لجهاز الكمبيوتر عشان يتم تثبيت هذه التحديثات زي ما حالك شايف كده التحديثات آآ في حالة تقدم آآ يعني شارفت تقريبا على الانتهاء كل المطلوب انك تنتظر وما تستعجلش خالص زي ما حالك شايف انا حابب ان انا اوري لك ان النهاردة هو خمستاشر اكتوبر الفين خمسة وعشرين يعني بعد انتهاء الدعم بيوم واحد لكن ميكروسوفت ما زالت كريمة مع مستخدمي آآ ويندوز عشرة لسه بتنزل لنا تحديثات يعني دي حاجة جميلة جدا بعد الانتهاء من تنزيل التحديثات هتبدأ التحديثات تعمل عملية تثبيت كل اللي مطلوب منك ان انت تنتظر لحين الانتهاء من تثبيت هذي التحديثات بعد الانتهاء تبدأ تظهر لك رسالة ان التحديثات آآ تم تثبيتها والمطلوب من حضرتك ان انت تبدأ تعمل اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر عشان تثبت التحديثات بصورة نجحة على الجهاز كل اللي مطلوب منك في الوقت ده ان انت تضغط على اعادة التشغيل بعد الضغط على اعادة التشغيل هيبدأ زي ما حراك شايف كده يتم تثبيت التحديثات على جهاز الكمبيوتر كل اللي مطلوب ان انت تنتظر لحديث مجهاز الكمبيوتر يفتح معك مرة تانية بعد ما جهاز الكمبيوتر يفتح معانا مرة تانية بنروح رايحين على قيمة start ومنها على الاعدادات ننتظر لحديث ما الاعدادات تفتح معانا وبعد كده ننزل تحت على التحديث والامان ومنه على ويندوز update وننتظر لحديث ما ويندوز update تفتح زي ما حضرك شايف كده بيقول لي لقد حصلت على التحديث بتاريخ اخر تحقق اليوم طبعا بكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة انتهى لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان وصلك منه كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته